مرحبا بكم. لدينا في هذا الفيديو هاتف سامسونج نوت 8. سوف نقوم بتحديثها الى اندرويد 12. قبل كل شيء نقوم بتحميل جميع الملفات الضروري لهذه العملية. تجدون رابع التحميل في الوصف. لنبدأ على بركة الله. قوموا بفتحة. ندخل الى الاعدادات. ندخل الى about phone. ثم الى software information. نضغط عدة مرات على build number. ثم نروغ الى قائمة الاعدادات. نختار خانة المطورة. ثم نقوم بتفعيل خاصية OEM. هنا نطفئ الهاتف. حاليا سوف نقوم الى الدخول الى نظام التفليش. بالضغط على زر ناقص صوت. والهوم. وزر تشغيل. نقوم بوصل الهاتف. على الحاسوب. ونفتح البرام الج. وضي انتريتا. عند خاصية option. نحاول اقفال اعادة اعادة تشغيل الهاتف. عفوا. خاصية الاولى. نقوم بحد فيها. ونختار زر اي بي. ونختار ملف من تي دابلو اير بي. الخاص بجهاز سامسونج نوت ثمانية فقط. من اكزونوس. وليس كوالكو. نضغط على ستار. في هذه اللحظة تم تغيير. الهاتف من الاصلة للشركة الى تي دابلو اير بي. قبل الخروج نضغط بالسمر على ناقص الصوت ناقص وزر التشغيل وزر home بضعة ثواني حتى نطفئ الهاتف بعد ذلك نقوم بعادة العملية لكن بتغيير زر الصوت من ناقص الى زائد هنا كما تشاهدون نضغط على زر الصوت الزائد وزر home وزر تشغيل الهاتف هنا كما تشاهدون لقد تم دخول بنجاح الى في هذه اللحظة نقوم بالفرماتات الهاتف في البارقة الفرمات داتا نقبل بـ Yes بكتابة كلمة Yes ثم نعود إلى Advanced نختار Darwin Cache System و Data ثم نوافق رجوع لقائمة رئيسية حاليا نعود بربط هذه الحاسوب ونقوم في نسخ أرهم عفوا ميلف أرهم رئيسي وميلف تطبيقات جوجل مباشرة للهاتف قائمة نقل موسيقى 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 ننشط الحجة تشامي والنصخ موسيقى هنا نعود الى الهاتف ونختار الزر انستيل ونختار اول الاروم ثم نقوم بالضغط باضافة تطبيقات جوجل ونوافق على العملية ننتظر بلا دقائق موسيقى 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 تشغيل الهاتف سوف تكون سوف سوف يكون تعليق الهاتف مرة الاولى يحتاج الى بعض الوقت كما رأيتم العمل يجد بسيطة نحتاج فقط بعد السبب اشكركم على مشاهدة هذا الفيديو ارجو ان لا تبخلوا عينا بالاشتراك في القناة مع السلامة فرج ممتعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة